صباح الخير او مساء الخير يا برج الدلو. البرج الحلو. يا رب تكون كويسة يعني وتطلع حلوة بس بدايتها حلوة. برج الدلو ركز معايا بقى في النقطة دي. اه في بداية. اه بداية حلو او. بداية مش رقة. الشمس سوف تشرق على برج الدلو. طب نشوف كده. ايه ده يا برج الدلو? الله الله. ده خير ده حقيقية مش يزهر. ده حد يعني اه ده حد عينه عليك. وآآ ده كمان بص ايه ده? بسم الله ما شاء الله الله اكبر عيني. عيني بردة. عيني بردة. آآ العشر كبات في ايدك. ده في حد يا امه قديم. راجع وده هنشوفه من القراءة. يما حد جديد بقى خالص وانت بتستقبله كده بكل روح رياضية. ده انت منفتح عليه. انت بتقوله تعالى يا اخي. واغوشتني عليك يا راجل. اتخرت لي كده. آآ. لأ لأ يا جماعة. لأ لأ لأ. لأ لأ قلبي رهيف من القراءات دي. حرام حرام والله. حد قديم على فكرة ممكن. اوكي? عشان بصنا نتفقين كده. طيب مبدأين كده يا برج الدلو? مش حاجة تقلق الحمد لله. آآ يمكن انت تتعامل مع برج الحمل وبرج الجوزاء. وبرج ترابي وسرطان. وبرج تاني ترابية. وبرج بردو ناري. برج ناري. اوكي? طيب. مبدأين كده هناك شخصا يعشقك. يعني العشق الحقيقي مش مش زار يعني. آآ كأنه ما لقاك. يعني مش ما لقاك اللي هو ما لقاش. لا ما لقاك اللي هو ما نصدق. نصدق لك. انت توقم الروح يا معلم. وفرحمتك قوي 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 وهو انت في بداية جديدة. ده بصدق اه ده داخل على جواز. ده داخل على جواز. ده بيقولك بيقولك ايه? انت بتال. خلصت. انت بتال. في بداية جديدة. انا عايزك تتفائل. تتفائل. آآ طبعا ده برج الجوزاء. وممكن يكون يعني هو مزان مسوخة تطاقة برج الجوزاء. تطاقة العشاء. آآ يعني في حب من الاخر وحب قوي وسه عشق عشق مش زار. طب انت تقطع غريب قوي. عشان كده بقولك انت ممكن تكون حد من الماضي. انت زي ما تكون ده ممكن يكون ايه? ممكن يكون انت آآ حد راجع لك من الماضي وانت آآ بتقوله ايه? بتقول ايه مش سامع. بمعنى كده. لان هو انت شايف انه مقدم لك عرض. مقدم لك عرض. اوكي. انت بتقوله ايه? مش سامع والله. او مش سامع. بتقول ايه? بتقول بحبك? مش سامع والله. آآ بص باقي برج الجلو. ايه ده ايه ده يا برج الجلو? ايه ليه كده? ليه كده وليه دي? برجل ده لو انت متخوف جدا. انت يعني عارف اللي هو الشخص ده. لو رجعت اقسم بالله اقسم بالله هوريك. مش هوريك اضرابك. لا. ياك تتحك علي. ده انا ده ناصحة قوي بس ده انا ناصحة. حلي بالك يعني انا مش مش هفية مش تتحك علي تاني. انت متخوف جدا وقافل على اه مشاعرك ومبيله وش خشك. هو حد قديد. اصلا يمكن يكون حد جديد واعمل له كده. او ممكن تكون حد جديد بس انت خايف منه. ما قال لا. دخلته كده? اه دخلته كده مش عاجبان. غلط وانا كنت مستنيه غلط. الشخص ده ممكن تكون متعرف عليه جديد ودخل لك انا عايزة جوزك. فبتقول له نعم يا اخويا تتجاوزني ازاي? تتعرفني يا ابني? اه عايزة جوزك. فانت خايف منه قوي. ومساكل السيف اللي هو بص ده اي حركة هكا كده ولا هكا كده اتروح في ده. ده انا ده انا حويت ده انا زاكي اوعا. اه انا صحيح بص. انا كل حنية. ولكن ولكن على زكا ده كارت ده بي ارمزلور جدا. انت بتقطك. انت بتقطك. فانت خايف جدا 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 منه ورافع لك ورافع له السيفية. الرضي اللي عمال يقول لك يعني مساء الخير مساء الحب مساء الدلع. وانت بتقول له ايه ده يعني ايه ده? ايه الموحني ده? انت عامله وش صعبة قوي. معرفش ليه. انت خايف منه. انت خايف منه. عشان كده. عشان كده تاك تاك سفول. انت 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 سعيد بس خايف. خايف خايف خلاص. آآ هو شايفك ازاي? شايفك شخص آآ على فكرة بقى الشخص ده. بص انت مبايله الوش ده. بص هو شايف حقيقتك. شايف حقيقتك يا برج تاك. شايف ان انت شخص جميل قوي من جوه. انت بتبين اقع الوش الخشب بس انت شخص جميل. الشخص ده ممكن يكون قديم. عرض عليك. عرض مصالحة وبداية جديدة. وانت بتقول له لو هوبت هنا هقتلك. من الاخر. بس هو عارف من جوه ان انت آآ حزينة على العلاقة دي. بالزبط. وان انت بتحبه. عشان كده هو راجع لك. حبك. ومتأكد ان هو بيحبك على بكرة. يعني هو متأكد. معلش برج جدا له. انا فصل بص معدي. فانكمل. ان الشخص ده شايفك انا عملت توضحات لهنا. الشخص ده شايفك ان انت آآ كنت حزينة على العلاقة دي. وعشان كده انت شايفه كمان مقدم عرض حقيقي. انت شايفه ان هو مقدم عرض حقيقي ديك. طيب ايه خطوة اللي ياخدها. الشخص ده حيران. عنده حيرة جديدة قوي. مش عارف يعمل ايه. هو بيحبك قوي. قوي. بس مش عارف يعمل ايه. ونخبي حتة ان هو عايز يجيلك بعرض دي جواه. نخبي بقى الحوار ده. في المقابل ودي حاجة غريبة. ان انت لو هو تقدمك بعرض. انت كمان عايز على فكرة. انت كمان عايز تبتدي عارضي على فكرة. انت برج بدلو اه خايف منه. وقلقان بس اه. انت 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 حزين قوي. انت حزين قوي كده ليه برج بدلو. انت عايزه على فكرة. انت زعلان قوي عشان كده اه شايفك. انت زعلان. وانت لو جالك بعرض انت كمان هتروح له بعرض. يعني هو لو فكر يجي انا كمان هجيلك. بس خلي بالك بقى. بص بقى عشان تعرف. هو هجيلك عرض تقيل. انت بقى هتهمل ايه? انت خايف منه. خايف قوي. انت متخلق منه قوي. بتعمل ايه? انت عايزه. انت بتحبه. عايز بداية. بس انا بقى هديك حاجة بسيطة. ان هو يقول لك مثلا نتخلول لك وحشتني. تقول له اه الحمد لله انا كويسة. اهان. بس كده. تسقط. لان ده البيشفالدك. عرض زانطوت. يعني هو يقول لك انا عايز اخطبك. انا عايز اتجاوز. تقول له لأ. خلينا في الارتباط الاول. نرتبك كده سندين تلاتة جربك. نفضل كده مع وعد نخرج ونروح ونيجي. لان انا تلا ساعت من الشربة يا بابا. انا تلا ساعت منك قبل كده. على فكرة يا برج الدلو انت بتفكر تفكير سلبي شوية. معلش عذرني. انت باصص على ان العلاقة لما كانت زمان تعبت وزعلت. بس فيه امن في العلاقة دي. انت اه انت انت جالك خبية امن من الشاص. انت شاص ده ممكن يكون متغيرش. حاولت معك تيدي بغير متغيرش. بس فيه كبايتين ورا هون ما تركز معهم يا عمي. سيبك من كبايت المقلوب اركز معهم. سيبك بقى. اهو. بس انت عايز ايه? يعني هو عايز جس رمضك وانت عتقول له اهو الحمد لله كواس. لتدخل كلمك هترد عليه. بس مش اللي هو وحشتيني وحشتيني. لأ مش الكلام ده. اللي برج الدلو صعب 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 يعني. طيب. هو شايف العلاقة دي? ايه? شايف العلاقة دي? على فكرة. لو بتتعمل ما حد برج الدلو جوزيقة فانت تلتين هوائيين. هتقط عقل. شايف ان العلاقة دي علاقة عقلية. بالزبط. اه. شايف العلاقة دي كان متغلب عليها العقل. ممكن. بالزبط. العلاقة دي. العلاقة دي. لو اتكلمنا بالتفاهم لو اتفاهمنا هنرجع لبعض بسرعة قوي. خلي بالك. هو برقبك. خلاص? برقبك. والكارتين دول مرقبة. اوكي? وده البيج اوب سوردوس. ودي الكوين. انتو زمان اه بس كده. انا بدا تفهم على فكرة انا بدا تفهم. العلاقة دي كانت زمان آآ علاقة فيها شخص. مندفع. وشخص قافل على المشاعر. شخص. مندفع. شخصي مندفع وشخص تاني مش قد كلمته متلاوع شوية. او عايز مسلا آآ صحبية. لأ ما نظرتبطش دلوقتي بالكلام ده. فمن البيج اوب سوردوس لكوين اوب سوردوس. يعني العلاقة دي. لو ورجعت تاني مرة تانية. ورجعت آآ حسننا امورنا هتبقى كده. هو شايف كده. شايف ان العلاقة دي كان فيها عدم تفهم. او انتو ما كنتوش فاهمين بعض. ممكن. يعني هو مسلا دي. وده اللي حسايا. هو كان عرض عليك عرض? وانتو قلت له لا. مش عايز اتجاوز دلوقتي. بصراحة. وحاسك ان انت عايل بترجع في كلامك. وان انت كابت على مشاعرك كده هو. فلو شايف ان هو لو القلاقة دي فهمنا بعض. احنا الاتنين هننتصر. على فكرة انت بتحبه. وزعلت لما لما مشي. يلا يا عمي. انت كمان شايفه الصن بيجاء. بص. مش بقول لك بتحبه. بتحكي على نفسك. بتحبه على فكرة. والشخص ده راجع. راجع بس راجع ببطء. لانه خايف ترفضه تاني. الشخص ده قدم لك عرض جواز وانتو قلت له مش عايز اتجاوز. اهو. بس عرفت الطاقة بتاعتك دي جاية منين يا لقيم. انت شخص بتحب الخروج والفسح. وآآ يعني يعني يلف مع بعض شوية. بلاش جواز على طول كده. خاف منك. بس آآ لما بعد مقدرش. قال لك لا انا بحبه. انا عايزه تاني. هو مقدم لك عرض. هو مقدم لك عرض مصالح. وانت هتقبل لعرض ده. وعلى فكرة انت كنت قافل على مشاعرك. انت كنت قافل على مشاعرك. ومقد تكون مشيت من العلاقة دي. بالزرط ثانية واحدة. السيناريو التالت. لما عرض عليك عرض حب انت فلفصت منه. عشان كده هو شايفك ان انت عيل. مش عيل يعني بس يعني مش عايز ترتبط. مش عايز حد يمسكك. بس انت لما هو مشي انت زايلت. زايلت عليه قوي. وانت مستعد بس اللي هو ايه نص نص برضو. برضو لسه بصمر مع الموقفك. بس انت بتحبه قوي. على فكرة. مشايف العلاقة دي حلو. طب النصيحة ايه? النصيحة بتقول لك يا برج بالو اشتغل.